طيب الفترة الأخيرة لو حضرتكم تلاحظوا حتلاقوا إن احنا عندنا كتير من أبطالنا المصريين متصدرين التصنيف الدولي في ألعاب ورياضات مختلفة طبعا السكواش مش محتاجين نتكلم عنه كالعادة احنا متربعين دايما عليه تنس الطولة هانا جودة مكسرة الدنيا بالمعنى الحرفي كمان تصدر محمد حمزة لاعب متخم مصري لسلاح الشيش رجال التصنيف الأولمبي الجديد الصادر بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش اللي أقيم في تركيا الأسبوع اللي فات اعتلى حمزة سطارة التصنيف بعد ما حصل على المركز الخامس في البطولة ودف حد ذاته أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأولمبي والعالمي شهد التصنيف الأولمبي كمان لسلاح الشيش تواجد لاعبي المنتخب المصري في مراكز متقدمة حيث تقدم علاء أبو الصاصم للمركز السابق السبعتاشر كمان جي عبد الرحمن طلبة في المركز التسعتاشر ومحمد حسن في المركز التلاتين بيحتل منتخبنا الوطني لسلاح الشيش رجال المركز الثامن في التصنيف الأولمبي الحالي برصيد 163 نقطة ومن المقرر أن يشارك منتخبنا الوطني بثناء بطولات كأس العالم للموسم الحالي الشهر المقبل إن شاء الله حيث تستضيف اليابان البطولة في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر القادم وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله